ترجمة نانسي قنقر حل ضيفا عزيزا على مملكة البحرين وهو ما أكدته حفاوة الاستقبال من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لدى وصوله إلى أرض المملكة وتأتي زيارة أمير دولة الكويت لبلده الثاني تجسيدا للعلاقات المتينة الراسخة بين البلدين وتؤكد البناء على الدور الذي بذله القادة والأجداد الكرام في سبيل استمرار تنمية العلاقات الأخوية الوثيقة تعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك في كافة المجالات كان من أبرز الملفات التي ركزت عليها الزيارة خلال جلسة مباحثات والإشادة بالوقفات المشرفة التي تقفها دولة الكويت دائما تجاه مملكة البحرين وشعبها في مختلف الظروف كما تم التطرق إلى الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية والدولية خاصة ما تشهده الأوضاع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بالإضافة إلى التأكيد على همية احترام مبدأ سيادة الدول القمة العربية المقبلة في دورتها العادية الثالثة والثلاثين والتي ستعقد في العاصمة المنامة في السادس عشر من مايو كانت على جدول المباحثات حيث أعرب الجانبان عن الأمل بأن تحقق القمة إسهاما حقيقيا في تعزيز العمل العربي المشترك كما تم الإشادة بنجاح اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين في يوليو 2023 وما حققته مسيرة التعاون الخليجي المشترك من منجزات بارزة كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 لعام 2013 الذي يدعم الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع القضايا كما أكد الجانبان على أن حقل الدر ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط وعلى أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر